أغرب الطرق للتعرف على الشخصية اعرف نفسك واكتشف شخصية الآخرين من تأليف يوسف أبو حجاج شخصيتك من نبرة صوتك وطريقة كلامك إن الحقيقة التي لا ريب فيها وأثبتتها الدراسة العلمية أن نبرة الصوت وطريقة الكلام يمكن أن تحدد بعضا من ملامح شخصية الإنسان وهذه الدراسات أمكن إيجازها في النقاط الآتية أولا الشخصية ذات الصوت الطفولي وتتميز بحدة النبرات إذا كنت كذلك فأنت شخصية غير ناضجة ما زلت تحتفظ بصبغات طفولية كثيرة تنعكس في معاملتك للناس بحدة وعدم الارتياح لعدم قدرتك على تحمل المسؤوليات الملقاة على أعاتقك ثانيا الشخصية ذات الصوت الناعم السلس أنت شخصية قادرة أن تعبر عن نفسك بصوت يألفها الآخرون كما أنك تنعم براحة نفسية وجسمانية أيضا ثالثا الشخصية ذات الصوت السريع إذا كنت تتحدث بسرعة فائقة فأنت عدم الصبر وفي حاجة إلى الشعور بالأمان رابعا الشخصية ذات الصوت المشوش أنت تتحدث بصوت عالي جدا يكشف عنك أنك تسمع جيدا ولكنك لا تركز ولا تعي ما تسمعه باحتمالات أن يكون لديك مشكلة نفسية أو اهتزازات في بناء الشخصية التي قد تتمثل في الغرور وجذب الانتباع خامسا الشخصية ذات الصوت الممل بنبرة واحدة أنت شخصية تعاني من الرتابة والملل وضيق الحياة أو تعاني من مشكلة ما سادسا الشخصية ذات الصوت الأجش أنت شخصية ذات نبرات خشنة تجد صعوبة في الاختلاط مع الناس كان هذا جزءا من كتاب اعرف نفسك واكتشف شخصية الآخرين أغرب الطرق للتعرف على الشخصية من تأليف يوسف أبو حجاج وعنوان الفقرة هو شخصيتك من نبرة صوتك وطريقة كلامك ترجمة نانسي قنقر